موسيقى سنة هجرية جديدة تحتفل بها الأمة الإسلامية أحداث وأحداث نمط تفكير معاملات أشياء كثيرة تغيرت بين الأمس واليوم والخطاب الديني هو واحد من بين المتغيرات فهناك من ينسب إليه اتهامات التفرق والإرهاب والعنف وهناك من يرى فيه رسالته الحقيقية وهي غرس القيم النبيلة بين المسلمين التونسيين الخطاب الديني في تونس فيه هذا وهذا فيه جهتين فيه جهة تدعو إلى تهدئة وفيه جهات أو جهة معناها تدعو إلى زرع الكراهية كيفما قلت أو أقل شوي معناها زرع الكراهية ممكن تكون معناها كلمة قوية شوي ثم الناس أي منهم تعجوهم يتلزك باش أنت تحب تتعادي هاكا وتعادي هاكا وتعادي هاكا وثم أي منهم تعجوهم على أنت نرمال عندك تقلق كمانت تتسامح حول الدين الإسلامي شنوه إن المؤمنين ينأخذون في أصلي حبينا يا خبيكم الخطاب الديني بعد الثورة أصبح خطابا يلامس واقع المجتمع وواقع الناس وهو ما لم يتعود عليه التونسيون قبل الثورة يعني هذا هو الجديد ومن هنا جاءت الاتهامات حول أنه هل أن من وظيفة الخطاب الديني أن يتناول الشأن العام أم لا ثم يقول بسم الدين بش على سيس مصلحة وعلى سيس حب يعملوا مشاكل وثم لي ليه ثمه مش الناس الكل كيف كيف هم فعلا أنا والله اللي شفتهم طو اللي نصلي وراهم فهمت ولا شفت نهار واحد يحرض على العنف ولا يحرض على كل ما في الأمر وأنه يعطي مشاكل المجتمع بالعكس مش يدعي للكراية ويحث العباد معناتها بش تتبع الدين ويصلح معناتها الأغلاط اللي قاعدة تصير طو الإرهاب والمشاكل في البلاد الحقيقة هناك مبالغة كبرى في هذه القضية أولا ما ينبغي أن يكون الخطاب الديني تحريضيا وما ينبغي له أن يكون تحريضيا وإن كنا بش نكونوا موضوعين هناك بعض التي أعتبرها استثناءات من ألوان الخطاب الديني اللي فيها شيء جزء من التحريض قد يكون هذا ولكن هذا من قبيل الاستثناء ومن قبيل الشذوذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه تونس بلد عربي إسلامي وشعبها شعب متسامح بيخضر نظري عن الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وبيخضر نظري عن بعض الأئمة المتطرفين وخطابها الديني اليوم في البلاد يلامس واقعها ويحاول الإسلاح والبناء ونبذ الكراهية معروف المدرسة التونسية مدرسة مالكية الخطاب المالكي التونسي على العقيدة الأشعرية واضح وجلي معناه للناس هذا في نظري الذي يدعو الاتهداء الخطاب الديني لما نقول خطاب ديني الدين الإسلامي في جوهره هو دين يدعو إلى قيم المحبة قيم التعايش السلمي قيم الأخوة ينبذ العنف ينبذ الإرهاب هذا بنا كل حد يعرف كلنا نعرف مصلحتنا وكلنا نعرف شنو الإسلام وشنو الدين الخطاب الديني في عمومة فهو ما ينبغي له أن يكون خطابا تحريضيا هو خطاب يدعو لوحدة الصف لجمع الكلمة للسلم المدني للتعايش للتحابب يرسي ثقافة الاختلاف وثقافة التعاون وثقافة الحوار والله إن شاء الله الأيام والناس الكل يدعيوا بيش نتصالح في بعضنا احنا رانا توين سابريتو وميزننا نعيشه هنا مع بعضنا حبه ما نحبه وكريه من كراه نحبك ولا ما نحبكش نعيش معك هناك بعض الاستثناءات هناك بعض الحالات الشاذة أدعو هؤلاء الإخوان أن يراجعوا أنفسهم وأن يغلبوا مصلحة الوطن ومصلحة الدين ومصلحة الوحدة الوطنية مصلحة السلم المدني أن يتجنبوا كل أسباب الفرقة والخلاف والتنازع والعنف يبقى الخطاب الديني في تونس وإئمتها بين الأخذ والرد لكن الأهم تونس بلد دينها الإسلام ولغتها العربية ودماثة أخلاق شعبها مشهود عليه وعلماء جامع الزيتون يفتخر بهم